أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى وقعة الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الوافعة إذا رجت الأرض رجاه وبست الجبال بساه فكانتها باما بثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على صرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ملدان مخلدون بأكواب وأبارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكية مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا بأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح مهود وضل مبدود وماء مسكوب وفاجهة كثيرة لا مقطعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا لترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مذرفين وكانوا يسرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون إذا مدنا وكننا ترابا وكننا ترابا وعظاما لإلا لمنوثون وآباهنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجمون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضاد لون المكرمون لآكلون من شجر من زفقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وناشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم أشأة الأولى فلولا تمكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغربون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم منزلتمه من الزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم الأعرى التي ثورون أأنتم أنشأتم شجرة أم نحن المنشئون نحن جعلناها تبكرة ومتاعا للمقبين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع الرجوم وإن له لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكلون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكربون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين والين فنسل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم